السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومعكم مسحبة رجب النهار من شاء الله سنرابعا نكمل مع بعض يا ولاد حل المهام الادائية للترم التاني عشرين اربعة وعشرين تبكى لأحد استعادلات الوزارة ونهار ده معنا مادة التكنولوجيا لمعلومات والاتصالات بذكركم بالنازل مهام ادائي الجميع المواد مش بس الانجليز عشان نافل جميع المواد ان شاء الله وانتظروني كمان الفترة الجاه نازل فاينل ريفيجن لجميع المواد المهام ردي حاجة مهمة جدا وسهلة في نفس الوقت عليها ضرجات كتيرة عليها خمسة وتلاثين درجة اهاي برضو قدام نهاية يعني هي على خمسة وتلاثين سؤال علي خمسة وتلاثين بيجلي سؤال واحد بحلو امتحان اخرى سنة كل مادة امتحانة عليه التلاثين درجة كانت كونسؤال عندك في الورقة كل الورقة دي على هاتين درجة انت بقى المهمة دي بس سؤال بيجيلك بتحله عليه خمسة وثلاثين يبقى المهمة درجتها اكتر من الامتحان واسهل بكتير جدا فالموضوع سهل المهمة اللي نازل عنيت دي انت بيجيلك منهم واحدة في الامتحان انت حاليش بيطلع يبرهم في اللي بينا بقى نبدأ ايت ما تنساش دعمونا بلايك وشير الفيديو وشيرك في القناة متابعة لصفحة الفيسبوك علشان نوصلكم ان شاء الله يولاد كل جديد مهمة بيقول تصنيف ادوات التواصل المتزامن وغير متزامن وصف المهمة صنف ادوات التواصل التالية اي لمتزامن وغير متزامن موضحا اي اداء تفضل استخدمها مع التعليل يعني مع ذكر يولاد مع ذكر السبب غرفة الدردشة ياولاد ده تواصل متزامن وغير متزامن طبعا ده تواصل متزامن طيب البريد الالكترون ما بعت لحد رسالة لازم يكون فاتح او احنا فيض اتصال بنا عشان نبعت له البريد لا عادي لا تواصل غير متزامن طيب او نعمل كده اي اكس عشان نوضح بس الاجابات طيب الرسالة الفورية المرسلة الفورية لازم طبعا طالما فورية بقى لازم يكون اتصال متزامن يا ولاد طيب محاجزات الفيديو برضو عاوز اتصال متزامن ينفع اكلم حد فيديو هو مش فاتح لا طبعا لازم يكون فاتحين احنا الاتنين طيب انا بقى وقال استخدم ايه اختار وسيلة منهم واللي انت بتفضلها ليه وفضل لاستخدام يا ولاد محادثات الفيديو للتواصل مع الاهل والاصدقاء وسماعهم ورؤيتهم اثناء الاتصال يبقى انا بفضل الفيديو ليه عشان اسمحوا متواصل معهم اثناء الاتصال يبقى اول حاجة غرفة دردشة معنا يا ولاد ده اتصال ايه اتصال متزامن البريد الالكتروني ده اتصال غير متزامن اه المرسلة الفورية ده اتصال برضو ايه ولاد متزامن اه عندنا اه محادثة الفيديو ده والليد برضو اتصال ايه متزامن طيب افضل استخدام محادثات الفيديو ليه للتواصل مع الاهل والاصدقاء وسماعهم ورؤيتهم اثناء الاتصال تمام مهمة سهلة جدا ولا اسهل من كده اعرف ان غرفة الدردشة والمارسلة الفورية ومحادثة الفيديو ده كله اتصال متزامن بيدا الالكتروني بس ده غير متزامن تختار اي واحدة من ده وتسكن ايه السبب زي ما احنا جدا اخترنا ايه محادثات الفيديو اخترناها ليه للتواصل مع الاهل والاصدقاء وسماعهم ايه ورؤيتهم اثناء الاتصال المهمة اللي بعد جدا سهلة جدا بيقول لتصميم نموذج للتنفيذ على برنامج الجدول الحسابية اكسل عاوزين نصمم برنامج نموذج على ايه برنامج الجدول الحسابية مني ولاد اكسل نصف المهمة بها عزيز الطالب طلبة طلبة منك معلمك انشاء جدول على برنامج اكسل يتضمن البيانات التالية عزيز الطالب طلبة منك او ايه طلبة منك معلمك انشاء جدول على برنامج اكسل يتضمن البيانات التالية ثلاث اسماء من اصدقائك عاوزين نعمل نموذج وكون في ثلاث اسماء من الاصدقاء المواد الدراسية المفضلة لهم المواد الدراسية اللي بيحبوها وكمان الهوايات المفضلة بالنسبة لهم يبقى ثلاث اسماء من الاشخاص هنقول المواد الدراسية اللي بيحبوها ونقول الهوايات المفضلة يمكنك الاستعانة بالشكل التالي لبرنامج اكسل للكترية بداخله يبقى وريحنا وعطاني ايه ولاد عطاني شكل البرنامج اكسل للصفحة دي تمام انا هعمل ايه بقى هنخطط بالشكل ده نعمل مسلسل وتحته واحد اتنين تلات عشان مطلوب من تلات اصدقاء ومنفوها هكتب الاسم هكتب اسم الشخص والمواد الدراسية المفضلة والحاجة التالتة مين الهوايات المفضلة يبقى اسم الشخص والمواد اللي بيحبها والهوايات المفضلة اول اسم معانا في المسلسل رقم واحد مين مثلا احمد علي مثلا عبد المحسن المادة اللي بيحبها ولاد بيحب العربي اكتر مادة بيحبها العربي تب ايه الهوايات المفضلة قالك بيفضل مارسة ايه ولاد كرة القدم يبقى أحمد ما يحب العربي وبيحب يمارس كرة القدم مية علاء محمد أي أسماء بقى خبط وخلص أي اسم المواد اللي بتحبها مية بتحب الحساب وبتحب كمان للعلوم عادي ممكن نكتب مدتين طيب إيه الهواء المفضلة بيتمارس إيه؟ بيتمارس السباحة يبقى مية بتحب الحساب والعلوم بيتمارس السباحة ثلاث حاجة يا أولاد سعيد سامي عبد الله سعيد سامي عبد الله ده بيحب إيه؟ بيحب التكنولوجيا والهواء المفضلة إيه أولاد القراءة يبقى سعيد بيحب التكنولوجيا وبيفضل مادة إيه أولاد القراءة يعني الموضوع سهل وبسط جدا ده صفحة كده إيه؟ لبرنامج إكسل عملنا عليها جدول الجدول عبارة عن أربع خانات الخانة الأولى مسلسل عشان نكتب one two three عدد الأولاد اللي هتتكلم عنهم بعد كده اسم الأولاد والمواد الدراسات اللي بيفضلوها والهواء المفضلة واكتب قصاد المسلسل للشخص الأول والتاني والتالي وقصاد كل واحد إيه المادة اللي بيحبها والهواء المفضلة بالنسبة له يبقى دي مهمة ولا أدفع من كده وعليها 35 درجة تمام؟ شوف المهمة اللي بعدها المهمة اللي بعدها بيقول لك إيه؟ تصنيف المصادر الموسوكة والغير موسوكة وصف المهمة عايزه أعرف إيه المصادر اللي عندي المصادر دي موسوكة والغير موسوكة واللي في التعامل مع الانترنت عزيز الطالب أمامك مجموعة من المواقع الإلكترونية الموسوكة وغير موسوكة يعني نتيج دي ودي عزيزك بقى أنت تفرق بينهم ضع علامة صح أمام شاشة المواقع الموسوكة وعلامة خطأ أمام المواقع الغير إيه؟ الغير موسوكة تحت كل صورة رابط مخصص للدخول على الموقع يبقى هو عطيني مجموعة من المواقع الإلكترونية الموسوكة والغير موسوكة هنحط علامة صح لو الموقع ده موسوك تحت الشاشة بتاعته لو الموقع غير مقصوك هنحط علامة غلط الفيسبوك يا ولاد الفيسبوك طبعا معروف ان ايه احيانا كتير جدا بيكون فيه بيانات ومعلومات غير موصوقة يبقى احنا هنعمل ايه هنعمل علامة غلط يبقى ده ايه غير موصوك تمام تاني حاجة معانا تاني رابط معانا بيقول لي شايف اول سطر بس بيقول لي من خلال اتفاقية هية التمويلة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبنك المعرفة المصري اول ما تلاقى كلمة معرفة مصر البنك المعرفة المصري من المصادر الموصوقة في المعلومات هنحط علامة صح معلومات كلها ايه المعروبات موصوقة البنك المعرفة المصري بنك المعرفة لمصر معلوماته كلها ايه ولاد موصوكة. تمام? يبقى الفيسبوك غير موصوك. لكن بنك المعرفة لمصر موصوك. تات حاجة معانا. مصر الرقمية. مصر ايه? الرقمية. عندنا يا ولاد موقع مصر الرقمية. موقع مصر الرقمية ده موقع مهمة جدا جدا جدا. تمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتعد بمثابة حجر اساسي لتحويل مصر الى ايه? مجتمع رقمي. طبعا دي معلوماتها كلها موصوكة يا ولاد. موقع مصر الرقمية ده معلوماتها كلها ايه? موصوكة. ده كده موقع موصوك فيه. تالت حاجة قدري متكرارة تاني. اللي هي بتاعد منك المعرفة المصري وانده موقع برضو ده موقع موصوك. ده يبقى موقع تويتر. تويتر اتجاي وزاي الفيسبوك بالزبط. ده تويتر. موقع غير موصوك. يبقى تويتر يا ولاد ده موقع ايه? موقع غير موصوك ايه? للبيانات. بعد كده اخر مهمة معنا. تصميم لوحة اعلانية. تصميم لوحة اعلانية. وصف المهمة. عزيزي الطالب تقوم الدولة بالعديد من المشروعات المهمة منها مبادرة حياة كريمة. طيب عايزين نعمل احنا بمبادرة حياة كريمة. بيقول لي ارسم لوحة اعلانية. تتضمن بعض العبارات او الرسومات لتشجيع زملائك على المشاركة في المبادرة مراعيا. يبقى احنا عاوزين نعمل لوحة اعلانية. تتضمن عبارات ورسومات تشجيع زملائك على المشاركة ايه? في مبادرة حياة كريمة. آآ لازم بقى تراعي موضوع الهوامش. الخط كده والحجم. والالوان وحجم الصورة. اذا رغبت فيه رسم الصورة داخل اللوحة يعني. ده الشعار يا ولاد اللوجو بتاع ايه? بتاع حياة كريمة. بيكون فيه كده رسمك ده زي الان. حياة كريمة لكل مسر الكل مصرية ده اللوجو بتاعهم الشعار بتاعهم. العنوان هيكون شارك في مبادرة ايه ولاد? حياة كريمة. شارك في مبادرة حياة كريمة. النقاط بقى لساسينها تناولها الموضوع. اول نقطة معنا. التنمية الشاملة للمجتمعات الرفية. هدافها ايه? التنمية الشاملة للمجتمعات الرفية. تاني حاجة تنمية الانسان المصري. تنمية الانسان المصري. تلات حاجة الارتقاء بالمسوى الاجتماعي. الارتقاء بالمسوى الاجتماعي. بعد كده احياء قيم المشاركة بين أفراد المجتمع إحياء قيم المشاركة بين أفراد المجتمع بعد كده الحفاظ على البيئة وتطويرها الحفاظ على البيئة يولاد وتطويرها يبقى التنمية الشاملة لمجتمعات الريفية تنمية الإنسان المصري هدفها الارتقاء بالمستوى الاجتماعي برضو هدف إحياء قيم المشاركة بين أفراد المجتمع وكمان الحفاظ على البيئة وتطويرها وده الشعار زي ما احنا قلنا يبقى دي أولاد لوحة إعلانية مهمة معنا النهاردة. في مادة التكنولوجيا المعلمات والاتصالات. يجب أن نعمل لايك الفيديو ونشارك في القناة. ونفعل زر الجرس ونعمل متابعة لصفحة الفيسبوك عشان وصلنا ان شاء الله كل جديد. لاتنونك النجاح بقية التوفيق بإذن الله كان معكم مسح براجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.